درب نار من نسبة للأهلي طبعا مش كل الهندية الدورة الأهلي السنة دي هيلعب شامبيونز ليج هيلعب كاس عالم هيلعب دوري أفريقيا دور السوبر الأفريقي هم غيروا كاس عالم أندية قلت لك بلاش السوبر دي بتفكرون بالسوبر الأوروبي فهتلعب كاس عالم أندية هتلعب دوري أفريقي هتلعب شامبيونز ليج بطول الدوري أبطال موسم صعب جدا يمكن توئيت وصول كولر ونجاحه الموسم ده تقدر تبني عليه كمان تحضيراتك ورؤيتك ولا هشارك فيها كولور طبعا 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 زي ما بقول لك الحقيقة محمد هاني لما بدنا نتكلم على التطوير اللي حصل في أداء اللعبة محمد هاني مختلف عن المواسم اللي فاتت محمد هاني برضو فترة كان داعت خالص لا فيه سكة دلوقتي في أداءه وطور في أداءه الهجومي وطور في أداءه الدفاعي تطور مستوى هاني ده ان شاء الله بإذن الله بعد عودة أكرم وبعد عودة كريم ومنسلش اللي اتنين كانوا من أهم الأسماء أو وصلوا يعني قدر له مش أفعل قبل إصابتهم كانوا وصلين لمستوى أقام الرائع طبعا طبعا حتى عادة توظيف كريم فؤاد في بداية الموسم اللي نسيت كجناح وكان فعال جدا وكان هداف الأهلي الغالي يعني ربنا اختبره وحصلت الإصابة عودة كريم وعودة أكرم مع تقلق محمد هاني تفكر انك انت ترجع أقرب مثلا لمركزه الأساسي ولا تخليه مع هاني ولو رجعت أقرب نص ملعب بعد رحيل حمدي فهل تفكر في تدعيم الجبهة اليومنا بصفقة جديدة ولا ممكن تراهن على كريم في الباك يمين هتفكر في المركز أولا دي كلها من ضمن الأسباب الرئيسية اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي أو اللي انت بتتكلم في دلوقتي يا أحمد ان النادي الأهلي مكمل لغاية دلوقتي بمنتهى القوة انت عندك ما شاء الله في كل مركز فيه اتنين ثلاثة لعيبة على مستوى عالي جدا جدا بدليل ان انت حتى لما بتيجي تغير وتعمل تغيير في سبعة تمانية لعيبة وممكن كمان تعمل تغيير في العاشة العيبة ولا عندك مشكلة خالص ده بالعكس ده لما يرجع أكرم ولما يرجع كريم ده هيبقى إضافة قوية جدا الاتنين إضافة قوية جدا لتيمي نادي الأهلي انا بفكر في توظيفهم عشان اشوف الأهلي محتاج ايه يعني انت لو حطيت أكرم بك يمين تاني اعتقد انه في الحالة دي محتاجت دعم نص ملعبك ولو حطيت أكرم في نص الملعب بتهيأ لي انه الموسم اللي جاي يستدعي كمان انه يكون معه اعتقد خلال عبدالفتاح طبعا يعني قدم موسم جايد في بداية المشوار كريم فؤاد ممكن يلعب في الجزئة دي أستنت عندك يا أحمد كريم فؤاد بلعني طماع بلعني طبعا طبعا وبصص الامريكاتو اللي جاي ده طبعا وأكيد دارة النادي الأهلي بص الامريكاتو الجاي آخر نسخة بشوف يعني ممكن ممكن حاش عارف الغيب في ايه لكن آخر نسخة بشوف انه الموقف فيها كابتر رمضان هيبقى إلى حد ما طموح مصروع انك انت تلعب نهاية كاس عالم النسخة اللي بعدها عطول الدنيا هتبقى اللي لم تكن يعني مستحيلة فهي صعبة مشاركة 32 فريق فيهم عندها كتيرة جدا من أوروبا عندها إمكانيات عندها إسماء فالمشوار هيبقى صعب انك انت توصل لمباراة نهاية كاس عالم في النسخة الجديدة اعتقد شوية يعني ومنطقي انه يكون صعب احنا زي ما تكلمنا كولر الحقيقة ادى صيقة الجمهور النادي الأهلي انه هو يروح يتابع مباريات يقولك قبل ما بيروح المباراة يقولك هنكسب كام اعتقد ان احنا حتى في مسابقة كاس العالم النسخة الموسم ده ان شاء الله بإذن الله اعتقد ان احنا هيبقى لنا في المنافسة هنخش في المنافسة بقوة كبيرة جدا يعني احنا طبعا وصلنا للتالت انا في رأي ان احنا هنوصل للنهاء ان شاء الله بإذن الله قادرين بالمدرب بتاعنا المدرب العلامي الحقيقة او مدير الفن العلامي اللي موجود معنا بالسكواد الموجود ان احنا نوصل للنهاء انت بتتكلم كنا نلسى بنتكلم دلوقتي في اكرم وكريم كريم بيلعب باك رايت وبيلعب جناح يمين وهتلعب باك ليفت لعب باك ليفت مع سنة الفاكرة مع امبي واجات كمان كريم نفس الحكاية هتلعب ديفندر وديفندر على مستوى عالي جدا 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 اكرم اكرم وكمان بيلعب لك الحتر الباك اليمين كان من اميز اللعبة الموجودة في مصر لا كل الحاجات دي دي طبعا اضافات لتيم الناد الاهلي وفي نفس الوقت انا كمدير فني يعيني يا سلام لما يكون عندي كل الامكانيات دي وكل اللعبة المميزة دي واللعبة بالذات اللي بتلعب اكتر من مركز زي مثلا امام عشور انا في امام عشور صفقة امام عشور انا في رأيي ان هي بتساوي خمسة لعيبة لان هو بيلعب لك باك رايت وبيلعب لك ستة وبيلعب لك تمانية وبيلعب عشرة وبيلعب باك ليفت يعني حاجة صفقة سوبر سوبر يعني ننهت امام عشور صفقة سوبر